نروح حضراتكم الى ذات مصر ايه موضوع ذات مصر يعني انا في الحقيقة كنت في فترة اللي فاتت لما باجد هذا الموقع الالكتروني ورئيس تحريره والصحفيين المحردين بدأوا يعملوا لقاءات مع مسؤولين مصريين سوى من الشخصات السياسية المعارضة او المستقلة كنت بقول كيف يسمح لهذا الصوت الحر في مصر بل دعاني الامر ان اقول في ايه تمام موقع شغالة هو بايم لقاءات حرة جدا ولكن يبدو ان هذا الموقع كان بعيدا عن عين النظام فاصابه ما اصاب الحياة الصحفية المصرية عموما خاصة الصحافة الالكترونية عندك اكتر من ستمائة موقع تم حاجبهم عن المصريين حتى لا يقرأ قارئ مصري ما يكتبوه تكميم الافواق قصف الاقلام اعتقال الصحفيين وايضا اعدام المواقع الالكترونية واحد من المواقع الشابة النشاء اللي هي قدر ان هو يعمل حالة نزاقية الفترة اللي فاتت ولكن ازاي فجأة الموقع يتوقف ولكن الموقع في حالة صيانة وفي حالة ترميم ثم يحزف بعض المواد الموجودة على الموقع خاصة يعني خاصة بعض اللقاءات المهمة جدا مع اساسيين كبار ثم يتطور الامر الى الغاء تماما الموقع وصفحاته على تويتر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ثم تظهر هذه اللافتة الان مغلق للصيانة لا هذا اسمه اعدام للصيانة هذا هو اقصاء تماما لموقع الالكتروني مصري لنحاول ان ينقل صورة اقرب الى الواقع حاول ان هو يكون موقع الالكتروني حقيقي يعبر عن الحالة المصرية الموقع لم يفعل سوى ان هو سعى الى امتهان المهنة الصحفية بشرف باخلاء لم يكن هذا الموقع ابدا يسلك نهج مصطفى بكري او احمد موسى او نشت الديهي او غيرهم كان صوتا مصرية اذا فليغلق اذا فلياخرص الصوت المصر فلتغلق ذات مصر حيالة العجبة ذات مصر حين يسعى النظام لابادتها ويعدمها وشنقها تفسير منطقي لعشر سنوات من ابادة الكلمة الحر ذات مصر عمل اتقاءات مع قادة وشخصيات كبيرة ربما حاولوا ان يعدموا ذات مصر هنا في الشارع المصري هدفنا اليوم ان نحيي ما ارادوا ان يكفنوه وان نعرض ما ارادوا ان يغيبوه الحمد لله عندنا شابنا زي الفل يعني كانوا مسجلين كتير فيديوهات كتيرة منازلينها ده واللود من على الموقع خلونا نبدأ كده احمد مصر احمد بس هو في الاول يعني عايزين نسترجع انه يبدو انه الضغوط بدأت تزيد على موقع ذات مصر منذ حوارهم مع الاستاذ نصر الاففاص هو بالمناسبة احمد كل ما فعلوه من حواره مع نصر الاففاص كانت شخصيات وطنية مستقلة لا ريال مستقل صحي نصر الاففاص جاب دورها في الموقع لا 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 ما تظنموش لإنه هشام قاسم ليه ما تقولش هشام قاسم لا ما عملوش مع هشام قاسم في الاول لهم اخبار على الموقع لهم اخبار لكن هم الاول حوار حزف عرد واشتهر وفرقع وقسر الدنيا كان حوار الاستاذ نصر الاففاص لأ وقبلي احمد ان اخذنا حوار الاستاذ محمد انور السادات صح بس نصر الاففاص مردو كان الحوار جريج جدا بس ما تحذفش لم يطلب حذفه لكن الحوار ناصر أفص حذف من على الموقع بتاعهم وبعد ذلك عملوا حوار أنا رأيي أنه أكثر حوار في العشر سنين اللي فاتت أكثر حوار من حيث الفترة الزمنية وأكثر حوار موضحا للحالة السياسية للأحزاب السياسية الحالية جميع مين؟ والحوار اللي حصل مع الأستاذ حسام الخولي اللي هو واحد من مسؤولين حذف مستقبل وضع بس لنسحب من الحوار بالضبط عشان سؤال واضح وبسيط نسحب من الحوار ما كاملوش بعد ما جاوب بالإجابة الأهم صحيح لما سألوا الأستاذ معوض وقال له هل أنتو حزب أمني حزب مستقبل وضع حزب مستقبل وضع هل أنتو حزب أمني أو حزب طبيعة أمنية فالراجل قال له انتم مين؟ انتم مين؟ انتبع مين؟ شغلين مع مين؟ لا سوالي أم قالع الميكروفون وقالا هسأل عنكم بمعنى أن الرجل برأي أن الرجل يضمر لهم يعني بعضا من الغيس حزب ملخولي كان قيادة وفدية سابقا حزب ملخولي طبعا كان قيادة وفدية طبعا من طنطة من عندكم صديق حزب العارف يعني بالسلوات يعني قيادة وفدية وكان من أعضاء مجلس لا وحد من اللي أعرفهم كان من أحد يعني محترم يعني ومازال الحوار الأخير اللي قضى بعدها مضى على آسف على يعني القضى تماما على ذات مصر وبعده أغلق الموقع للصيانة هو الحوار مع طبعا الشخصية الليبرالية الكبيرة ورجل الأعمال والوزير السابق الأستاذ مونير فخري عبد النور سكتير عام حزب الوفد السابق والأستاذ مونير فخري عبد النور ده يا جماعة مش هينفع تقوله عليه إخوان من الآخر كده يعني فيه ناس كم مش هينفع تقوله عليهم إخوان فتعالوا نشوف الكلمات النارية التي أنقذناها من ملف الحسف ونشكر طبعا الفريق اللي شغال معنا اللي استطاع أن يأتي لنا بهذا الفيديو قبل حسفه ونشوف أول مقطع مع الأستاذ مونير فخري عبد النور وناس خايفة وناس خايفة والدليل أنه قايتين قاعدين مع بعض عاوجين نتكلموا في شأن العام بيطلعوا التنصدر فيه ناس قبدت رأي أين كان هذا الرأي تقبض عليهم فصل الانتصاد عن السياسة أو السياسة عن الانتصاد مش تحلي حذلك شايف إن البيع حل البيع الحل الوحيد الاستثمار الأجلامي متوقف على الكلمة واحدة الثقة هذه الثقة مهزوزة مهزوزة لأنه اقتراضنا زادة عن الوسق وصفت الدكتور يا ماما بالنسبة لا ما حصلش هذه التويتر أنا كنت بهاكم الأجهزة لأنه الأجهزة هي اللي بتبحث عن كومبارس لكن ليس هناك دليل على ذلك لا فيه دليل حضرتك يعني عشان ابن بشواتي يعني وهو ابن طبقة متوسطة بتتعالوا عليه عملية البحث عن كومبارس لمنافسة سيد رئيس ابن فتاح السياسي مسرحية عبطة إيه اللي تحترام للمنصب إيه اللي تحترام للرأي العام إيه اللي تحترام للمواطن من مصر إيه تكلم السيد عمر موسى سماها تهريك سياسي أمبسط لما أكسب واحد قوي ولأمبسط لما أكسب نكر قال المعارضة ما هي من حال السلطة المعارضة ضعيفة فمن أين نجد البديل؟ مزير القوائم اللي بيضعها هي الأجهزة اللي بيختار الفرض على القايمة هي الأجهزة وبالتالي أولاء الذي ينتخب النائب دي الأجهزة التي اخترته وبالتالي يترقى تعليماته وتوجيهاته وزير سابق عارف أو سياسي سابق سكرتير عام حزبه معارض سابق عارف يعني انتخابات نزل انتخابات نفسه عضو برلمان سابق يعني معجون سياسي يعني أحمد كلام الراجل هل الآن فيما يهدد النظام؟ رأي بيتكلم كلام في عموم الحالة المصرية لا يرضى نفيكم برس تؤثر لأجهزة يدخل علشان يمثل مصرحات الرئاسة رأي بيتكلم عن الواقع السياسي حتى الحزبي ده اللي يخلي خلي بالك واسي برضو حوار الأستاذ مونير فقري عبد النور هو الآخر تم إزالته قبل إغلاق الموقع خلي بالحضراتكم وعشان كده احنا هنا في الشرق المصر حرصي نسمعكو مختصر ليه ما قالوا الراجل أيضا في هذا الحوار؟ لما اتكلم حضرتك عن الفجوة الآن في مصر 30 مليار دولار والأزمة الحالية اتكلم عن علاقة السياسة بالاقتصاد اتكلم الراجل على أن الوضع الآن في مصر الكل يأن الكل يتوجع صغيرا كانا أو كبيرا اتكلم عن الاسمار الأجناب اللي بيهرب من مصر بسبب الأزمة الحالية والسيقة المهزوزة اتكلم أيضا عن مسبحة ربعة العدوية وراجل عن اتكلم عن الإعلام المصري الذي لم يملك الحرية لقبل إغلاق الموقع اتكلم عن الإعلام المصر عموما نفكركم ونفكرهم ونفكر أيضا الازدقاء في ذات مصر أن صدقه وأن ما أزيع على ذات مصر سيبقى موجودا محفورا في سجل المصريين وسجل السوشال ميديا وسجل اليوتيوب وتباعا إن شاء الله سوف نعيد عرضه وإزاعده 30 مليار دولار المهار لا يحلوا مشكلتك بشرط أنه نحصن إنفاق 30 مليار يعني من فرتكهمش سبب فرتكنا الـ 60 مليار اللي اقتردناهم الشعب بيأن عنين من الجميع الكبير والصديق عندنا ديون متر ثلاث ويجب نسدد منعت من دخول بريطانيا بسبب ربعة؟ عرفته زي دي جد يقبض علي في بريطانيا هل في مصر حر التعبير؟ مقيدة مفيش شكل مفيش شكل مقيدة يعني ما أعطيك عليكم ده اللي بيشوها سورة مصر في الخارج هل مصر يمكن أن تفلس؟ الـ brand بتاع مصر النهاردة ما هواش في أحسن الظروفه وأحسن أوقاته هل حضرتك شاك إن شعب المصري ممكن يتحمل مزيد من الإفقار؟ ممكن يتحمل ممكن يتحمل ممكن ما يتحملش؟